اشتركوا في القناة الاسئلة اللي بيكون لها معنا واثنين الكل بيستفيد منها يعني اللي ما تكون خاصة لشخص على الاساس انه الكل يستفيد من المعلومات اللي انا بحكيها صحيح بتأخر في الاجابة على بعض الاسئلة ولكن اني بحاول قدر الامكان اني اجاوب على كل اشي مهم او ضروري اني انا اجاوب عليه فعشان هيك بدكوا تعذروني لانه ما بدنا الحلقة الطول اكثر من نص ساعة لانه الجهاز عندي زي ما بتعرفون ما بتحمل تسجيل اكثر من نص ساعة يعني ممكن نص ساعة خمس وثلاثين دقيقة كاقصى حد وبعديها الجهاز سرمتكوا يعني منقذ يومين وحنا نشتغل بالحلقة بعدين فعشان هيك بدكوا تعذروني ياريت اللي بيعجبوا المحتوى ما يبخل عليه باللايك اهم اشي اللايك ليش لانه اليوتيوب بيطلع انه هل هذا المحتوى يعني في ناس معجبين فيه ناس بيأيدو من النوع المحبب للناس عساس انه اول اشي الاعلانات وثاني اشي لما حدا ببلغ عن القناة من الناس اللي انا بقصف جبهتهم من الناس المصابين وبيروحوا بيقدموا انه علي تبليغات فبيجي بقول مستحيل انه عنده مثلا الف معجب وواحد او اثنين او عشرة بلغوا عليه فاكيد انه بيراجعوا المحتوى قبل ما انه يعطلوا عليه الاعلانات او انه حتى انه يعملوا لانذارات بالنسبة لليوتيوب بس هاي معلومة خلينا قبل ما نروح على توقعاتنا اليوم نجاوب على بعض الاسئلة ونشوف بس انه ما تنسوا دعم القناة طيب السؤال بقول لو سمحت ممكن عن النجم الطارق نيرو هل سيقترب من الارض والله انا بدي اجاوبك عليه رانو بدي اجاوبك عليه اول اشي هذا كل سنة احنا انه تقريبا بحدود يعني من ستة ل ثمان سنوات كل سنة بطلع عنا ثلاثة اربعة من هذول اللي بيحبوا يجمع لايكات او اللي الناس تتابعهم او يعملوا ضجة اعلامية فبيجي بقولك انه في نجم بدي يقترب من الارض وبيدي يضربوا اسمه النجم الطارق وبطلع له صوت ومش عارف ايش ومن هالحكي هاد فبيصير يحط ادلة مش ادلة يعني نوع من انواع الوهم ويقولك موقع ناسا حذر من اقتراب النجم لارتطامه بالارض وبدو ينزح عن مداره او بدو يصير في فيضانات او بدو يختلل المناخ او بدو يموت نص سكان الارض او كل سكان الارض ويضل اللي كتب التعليق يعني من هذا الحكي اول اشي انا اعطيكو فكرة احنا كل سنة في نيازك وشهب وبعض النجوم الصغيرة او شضايا النجوم الصغيرة بترتطم بالارض وما حدا بيعرف عنها او ما حدا بحكي عنها ولا وكالة ناسا بتحكي عنها ولا بني ادم بحكي عنها لانه هذا اشي طبيعي يعني هذا كون وهي بتدخل لمدار الارض وبتنزل على الارض لا بتعمل تفجيرات ولا بتعمل اي كوارث يعني وبالعكس في ناس متخصصة بتلف بالصحاري او بالجبال وبتراقب هاي المجوم او هاي الشضايا او هاي الشهب لما تنزل وبروح بيجمعوها لانها بتنباع بثروات طائلة جدا يعني فعشان هيك هذا كل الكلام اللي بنحكى ما تاخذ فيه وما تسمع فيه هذا مجرد كلام عبث عبث يعني هذا كذب بديش اقول عبث هذا كذب وافتراء نوع من انواع التخويف بس وعلى اساس انه الناس انها الضج او انها الثير نوع من انواع اللهو يعني هيك بدنا نحكيها يعني فعشان هيك ما تاخذه في الموضوع وهذا الكلام انه الكسوف وخسوف وبعمل هاي الاشياء ورح يصير اه صحيح فيه سؤال يجي على موضوع الكسوف والخسوف احنا جاوبنا عليه زمان ممكن الاجداد على القناة ما بعرفوه يا جماعة الكسوف والخسوف مدة ثلاث ايام قبل وثلاث ايام بعده الان الفترة الكسوف والخسوف يعني اقرب يومين او يومين بعده قبل نقدر نقول او ثلاث ايام للاحتياط له اسبوع منقول للناس ما تعملوش اي اشي ضروري او مهم بالفترة هاي حاولوا تأجلوه عن اثاره فيه ناس بيجي شو بقولك لا ما بين الخسوف والكسوف تعملوش ايشي لا هذا كلام فاضي اعمل اللي بدك يا ابعد عن تأثيراته يعني تأثيرات الكسوف والخسوف اللي ما دارها ثلاث ايام قبل وثلاث ايام بعد وعمل اللي بدك يا توقيع عقود مشترة اللي بدك يا هذا الاشي ما بيأثر نهائيا وهذا برضو من الناس اللي برضو بيجمعوا الايكات يعني ايش الشيء بالشيء يذكر فحبت اني انوه لها النقطة هاي فحاولوا قدر الامكان انكم ما تسمعوا للاشخاص يعني فيه ناس بيقولك انه الكسوف تأثيراته بيضل سنة او الخسوف بيضل تأثيره سنة على الاشخاص طيب ما هو في السنة فيه خسوفين وكسوفين او بعض مرات بيكون ثلاثة وبعض مرات بيكون اربعة بثلاثة فايش يعني وهدول اللي في النص ايش هم معناته احنا ننقضي حياتنا كلها انه احنا بس بتأثيرات الكسوف والخسوف وهذا كلام فاضي لا تسمعوا فيه ولا تخذوا فيه ولا تهتموا فيه الكسوف الكسوف هو بيصير في برج احنا بنحكي ثلاثة ايام قبل وثلاثة ايام بعد على اساس تأثيراته اذا كان في بداية برج مثلا لحديث ما يطلع من البرج اللي هو يطلع احنا من سبع درجات احنا بنسميها اللي هي التأثير القوي وبعديها اللي هي حركة الشمس فعشان هيك احنا بنقول انه انسوا الموضوع وتفكروش فيها احسب بس انو ثلاث ايام قبل ثلاث ايام بعد وتهتمش للباقي هذا سؤال برضو بتكرر كثير كيف اعرف برج الطالع وانا ما بعرف تاريخ ميلادي طيب اول اشي انت ما بتعرف تاريخ ميلادك معناته يعني الاوحرى انك تعرف برجك الطالع بيجي اللي هي ساعة الميلاد يعني لازم تعرف تاريخ ميلادك وساعة ميلادك فبما انك ما بتعرف ساعة ميلادك فالاهم انك انت تعرف الطالع اللي هو البرج الخاص فيك ايش هو عشان تعرف انت البرج الخاص فيك انا في صندوق الوصف حات رابط اسمه اللي ما بعرف ساعة الميلاد كيف يعرف الطالع تابعه بذكر اهم الصفات للابرج يعني برج الحمل وبرج التور اهم صفاته اللي بتأثر على الاشخاص انت بتدخل بتسمعهن الان لما تسمع انه هاي الصفات بتنطبق علي تمام طباخ عندي صداع بحب العمل في المطبخ بحب الرياضة بحب السفر بحب الهاي يعني بركز على نقاط معينة بيحملها البرج ككل فانت بتيجي بتسمعها بتشوف انه اكثر صفة بتنطبق عليك بتحسها هي كاني انا بحكي عنك اعرف انه هذا برجك لانه هذا الصفة العامة تبعك اهم اشي اعرف برجك الان بطالع هذا تفكرش فيه نهائيا اذا بتعرف ساعة الميلاد يعني شوي ممكن يقرب عليك يعني تقريبي خذ القمر وين موجود يعني من ساعة الميلاد بيحدد لك مثلا القمر وين كان موجود في الشهر اللي انت انولدت فيه فممكن هذا يعطيك صورة ولكن لازم تحديد اليوم عشان تعرف بالضبط وين كان القمر ولكن اعرف انت التأثيرات من من صفة البرج افضل لك ما انك انت تعرف الطالع في البداية لانه حساب الطالع والتقريبي وشغلات زي هيك هاي بدك تقعد مع فلكي صحيح يبكون مش بالمراسلة والكلام الفاضي هات وبدو ياخذ اهم الاحداث اللي صارت معك في حياتك يعني مثلا امتى عملت عملية السنة اللي امرضت فيها مرض كبير السنة اللي صار فيها حادث مثلا كبير امتى انت تزوجت شغلات باخذ اسئلة معينة لأحداث معينة بحاول انه يسير الكواكب يعني زي عملية تسيير يرجعها لا المحتمل الاحداث هاي امتى صارت معك طبعا بتاخذ وقت طويل فبظل يرجع بالاحداث لحديث ما يصفط الكواكب في اماكنها لا الاحداث اللي صارت معاك بتتكون هاي سنة الميلاد تبعتك والشهر وبسجل حتى عواطفك والامور هاي ممكن من خلالها يحدد لك برجك اذا انت ما بتعرف سنة الميلاد نهائيا اما اللي بيجي بقول لك تعالوا انا ببيت لك وانا بسوي لك وبحذر لك فهذا كلام فاضي سؤال ثاني شخص بسأل بقول انا ما بعرف ابوي يعني ما بعرف والدي وحاب اعرف انا من الفلك هل الممكن اني انا اعرف والدي او ابوي اه وهو متوفي اه او في اي بلد هو موجود في شخص اه قال استعد انه هو يحدد له ولكن طلب مبالغ كبيرة اه انا بقول لك مسبقا هذا نصد وانا اذا بدك نصيحتي اه لا تهتم كثير في الموضوع يعني الموضوع لو ربنا اراد في هذا الاطلاع انك تطلع عليه في خير اليك كان طلعك عليه او يسر لك الامر لتوصله او بيسر لك الامر لتوصله ام من شخص يجي يحدد لك مين هو وين هو وهذا الكلام هذا كلام فارغ نصب واحتيال وحتى لو اجي قال لك باخده من الطائم من القرين وباخده من العمار وبعمل لك مندل وبعمل لك مش عارف ايش كلها هاي الامور يعني مش اي شخص اللي بقدر يشتغل فيها واغلب اللي بتدعو فيها هم نصابين وكذابين هذا شخص بس بده يحتال عليك وبده يلعب بعواطفك فحاول انك تبعد عن هذا الموضوع سؤال والله يا دكتور حديثك جميل ويا ريت تسوي حلقات خاصة تتكلم عن صفات الابراج والتوافق وهيك امور والله يا ريت يعني يكون عندي الامكانيات والوقت او الاجهزة اللي تساعد اللي انا اعمل لكو يعني شرح كامل عن علم الفلك اعلمكو علم الفلك حتى لو المستوى الاول ونصف المستوى الثاني اللي يقولكو تستغنوا عن الفلكيين ككل يعني كل واحد يصير هو لحاله نحيي هذا العلم كعلم الناس تصير تستخدمه وتستفيد منه بدون ما تسمع للنصابين والمحتالين اللي بلعبوا في عقول الناس وبيستغلوهم ماديا بتمنى هذا الشيء وان شاء الله انه ربنا يحقق هذا الامر ويكون لي نصيب اني انا اعلمكم هذا العلم سؤال مرحبا استاذ ان شاء الله تكون بقى الخير وصحة وعافية اذا ممكن بنتي عندها عملية تجميل للان في يوم تسعة ستة من هذا الشهر هل هذا الوقت مناسب ولا تأجل احسن وشكرا على مجهودك وشكرا اليك على ثقتك اول اشي بالنسبة لعمليات التجميل ما في اي ضرر في هذا الموضوع طالما انه ما في كسوف ما في خسوف ما في تراجع للزهرة والزهرة زي ما انت بتشوفي انه الزهرة سعيدة الان في مكانها فهذا سعادتها يعني امر جيد لعمليات التجميل وامور التجميل للجميع عطارد اللي بتراجع انه علاقة بالاتصالات والمواصلات ما الو تأثير على عمليات التجميل فعشان هيك اه خليها تعملها وتتوكل على الله وان شاء الله انها بتستفيد فيها وحمد الله سلامتها مقدما خلينا نشوف اخر سؤال يعطيك العافية والصحة هل صحيح وجود المشتري في الجدي وهو البيت الخامس لم يكتبه له الزواج لم يكتب له الزواج اذا المشتري في البيت الخامس لا يكتب اله الزواج كيف؟ لا لا Barr者 الذي جاوب هذا الجواب هذا انسان جاهل يعني اذا حدا جاوبك هذا الجواب فهو جاهل المشتري كوكب معض وجوده في البيت الخ السمس يعني هذا انسان محظوظ وانسان محبوب انسان عنده ابناء ميسر الى الخلفة يعني إلا إذا كان المشتري في حال تراجع هنا فقد من طاقته وإذا شكل زوايا تربيع قوية جدا مع زحال مع بلوتو مع أورانوس يعني كل كوكب من هدول إلو معنى إلو دلالة فعشان هيك المشتري وجوده ما بيأثر على هذا الموضوع هو اللي بده ينظر لهذا الموضوع بتطلع على البيت السابع إذا كان البيت السابع يعني هذه هيك خذيها مني أو كل المتابعين يخذها مني سبب التأخير في الزواج دائما بيجي يا إما البيت السابع بيكون سرطان أو بيكون جدي هذا باب بأخر في الزواج أو يا إما بيجيب الزواج مبكر جدا يا بأخر الزواج لسن متقدم وبيجي الزواج بشكل مفاجئ هذا واحد اثنين إذا كان زحل أو المريخ أو كواكب من شكل زوايا سلبية في البيت السابع بتدل على هذا الموضوع أما إنه لأنه في الخامس هذا لا لا هذا لو سألت عن الحمل والميلاد والشغلات اللي زي هيك يعني حتى المشتري وجوده بدل على إنه هاي الفتاة أرض خصبة يعني فكلام مش صحيح ما تأخذي في هذا الموضوع يعني حاولي أنك أنت تستشيري في أمر آخر أو تستشيري فلك آخر يشوف الخارطة الفلكية يبحث على أساس أنه يشوف شو أسباب تأخير الزواج ممكن أنا من الأشياء اللي حكيت أنه طالعها سرطان أو طالعها جدي أما إنه المشتري لا هذا كلام مش صحيح خلينا نروح على توقعاتنا اليوم ونشوف اليوم توقعاتنا ليوم السبت خمسة حزيران خمسة ستة القمر اليوم موجود في منزلة الوطين هي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح ينخذ فيها حتى تمام الساعة التسعة وصد دقائق مساء من مساء يوم السبت بعدين بده ينتقل لمنزلة الثرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر بما إنه موجود في برج الحمل فمنأخذ من تأثيرات برج الحمل في أي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور ويجب أن نحذر على الطرقات من السرعات الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن شراء مثلا أشياء تجميلية أو إدخال قصة شعر وإقامة حفل ما أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم في مجموعة من الزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة عصرا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وأربع دقائق مساء بيكون لعنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء التفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية ناتجة عن ذلك وممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا مما قد يعرضنا لخيبات أمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية برضو بطيئة هي زاوية التقابل ممتزجة يعني هاي ممزوجة ما بين السعادة إنها سعيدة ولكن ضعيفة ولكنها بتيجي ممتزجة للنحوسة بتميل للنحوسة أكثر وهي راح تكون بين المريخ وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام ساعة سبعة واربع واربعين دقيقة مساء وهاي بتجعلنا نبدو أحيانا عندنا نوع من أنواع الخجل ولكن ممكن نرد قاسي جدا على أي شخص ممكن يثيرك ويكون ردك بعنف أو عنيف جدا في هاي زاوية لما تتشكل عادة بصير بعض المشاحنات في الدول دولية نوع من أنواع العنف أو تفجيرات أو نوع من أنواع التمرد فهاي نقدر أن نحكي بس لهذا الحد سلبيتها أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام ساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة مساء تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة مساء اخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغطب طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير في عنا خلو المسار يعني ساعة عشرة وستة واربعين دقيقة مساء ببدأ خلو المسار وبانتهي في اليوم التالي يعني بكرة في ساعات الصباح يعني الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للقمر بما أنه في الحمل فخلو المسار القادم بدأ الآن فما رح نحكي عن القادم بكرة منحكي عنه أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم طبعا ساعة 12 بالليل منتصف الليل بكمل 25 وبالنسبة الإضاءة بتكون 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 75% القمر في الحمل حتى يوم 6 ستة سعيد بنسبة 15% عطارد في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 22 ستة منتحس بنسبة 40% الزهراء في السرطان حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أما بالنسبة لأورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم بتهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاقة لما شريعك الجديدة اليوم تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت سباق ورائد في حقل اختصاصك برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتنخفض وتيرت الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وربما تلغى حاول انك تتجنب اتخاذ اي قرار وتأكد من حجزك اذا حاجز في مطعم او سفر لانه ممكن تتفاجأ بالالغاء او بسوء تفاهم برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة اهم شي انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه اهم شي انك تكثف ارتباطاتك انت بحاجة لتعاون الاخرين معك هاي الفترة وحاول تنجز كل اشي ضروري ومهم قبل انتقال القمر لبيت متعبك برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح باثبات جدارته للمسؤولين وبتحافظ على انجزاتك القائمة هدئ من روعك هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الامور بهدوء وقدم افضل ما لديك عشان معني ممكن تحقق انجاز جيد برج الاسد ابتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة حاول انك تظهر تعاون اكبر مع الاخرين ومع الجهات المسؤولة ابتنجح بالترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد اهمش انك ما تهمل واجباتك ولو كثرت او صعوبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير وحاول انك تقدم بجراءة وثقة برج العذراء بتظل الامور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة او تعويض بادر لتصحيح الاخطاء وترتيب الاوضاع انت بحاجة للاياقة جسدية واعصاب متينة في الاسابيع المقبلة عشان هيك حاول انك ما تترك ذيول المتاعب برج الميزاب ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز اثارة المتاعب اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث والاعداء لانه في الفترة هاي بكونوا كثر برج العقرب انجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم اخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندكم النشاطات وربما تشعر ببعض التعب هذا النهار برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة واحتمال يعني يكون فيه قلق على احد الاحبة الفترة هاي فيها يعني بتكون انت نشيط وديناميكي بتميل له والترفيه عن النفس وانت بالفعل بتستحق ذلك ولكن يجب اتخاذ خطوة مفيدة في هاي الفترة برج الجديد ترغبوا في ادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائلة بالفترة هاي اي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها فيه نوع من انواع تبادل الزيارات او الاتصالات المهمة هذا اليوم لكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق برج الدلو ابتنشطوا في امور الى علاقة بالسفر القصير والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لسهل حك اهم شيء انك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الاصدقاء والاحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هدية ممكن تسمع خبر سار ويلعب قريب دور مهم بالنسبة للك بتهتم بقضية شراكة او عمل ممكن اليوم تعالج الامور بشكل دقيق وتهتم للاولويات المالية بتجد الحلول والتسويات بشكل جيد هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء